السلام عليكم في بعض الالعاب تلقى اسلحة جدا قوية لدرجة تخلي اللعبة مرة سهلة وفي هذا الحلقة من توب 10 بذكر لكم اقوى عشرة اسلحة في المركز العاشر عندنا السلاح الام اي ار في اللي في لعبة فول اوت فور يعتبر احد اقوى الاسلحة تخيل انك تطلق صاروخ نووي وينقسم الصاروخ الى ثمانية صواريخ نووية يعتبر دمار شامل ومن خطورة قوة السلاح ابدا لا تكون قريب من الانفجار لانه تأثيره جدا جدا قوي في المركز التاسع عندنا سلاح فريد من نوعه ورهيب وعجيب في نفس الوقت سلاح السيربل بول في لعبة تورك 2 فكرة السلاح انك تصوب على العدو مو لازم يكون تصويب كويس لانه رصاص يطارد العدو والشي العجيب كيف يكتر العدو او الحيوان رصاص يجيز يخرم في راس العدو الين ينفجر ولكن احلى شيء لما تشوف العدو هو يتعذب المسكين في المركز الثامن عندنا السلاح يعتبر من اوسخ الاسلحة او خلينا نقول من اوسخ الادوات في لعبة ماريو كارت وهو السلاح السلح في الزرق وهذا السلاح يعتبر كابوس المركز الاول في السباق السلاح فكرة انه يطارد المركز الاول ولا يهمه اي احد ثاني وايضا حتى اللي في المركز الثاني يخافون منه لانه يمشي في نصف الطريق واي واحد يجي في طريقه حيشيله على طول في المركز السابع سلاح الهامر دون من لعبة جيرز اف وور والسلاح هذا كريه في طور الولاين لانه لاي واحد فنان مسكو يقدر يجيبك حتى لو انت ماخذ كفر لانه السلاح عبارة عن ارسال حديثيات عن الهدف وبعدين يطلق ليزر من قمر صناعي من فوق ودائما تستخدم ضد الزعماء ولكن ما تقدر تقتل اي احد داخل الغرف وفي المركز السادس احد اجمل اسلحة كود في طور الزومبي وفي اسلحة كثيرة وحلوة ولكن اخترنا سلاحة ثندر قن لانه يفكك من ازمات كثيرة ويضا قوة جدا عالية حتى اذا جاك خمسين زومبي مع بعض طلق واحد يختفون كلهم ويضا ان ان حشرت طلق واحد وتفكك من الحشرة في المركز الخامس سلاح الشيطان من لعبة ديبل ماكراي فور واللي اسمه بندورا 666 ولكن 666 لا يقصدون ان يرمز للشيطان بل يقصدون ان الشنطة فيها 666 سلاح ولكن دانتي في اللعبة ما يقدر يستخدم الا ثمانية اسلحة اللي في الشنطة ولكن قوته الكاملة لما يفتح الشنطة لما تنفتح الشنطة تبلع كل الموجودين في المركز الرابع عندنا السلاح العاصفة من لعبة متل غير سوليد فور وميزة السلاح يطلق اعصار كبير يشيل اي شيء قدامه والجميل كمال انه ينزل من الاعداء خمسين بالمئة زيادة اغراض ودوات ورصاص ولكن سلبيته انك ما تقدر تستخدمه في الاماكن المغلقة في المركز الثالث السلاح الهدوكن في ميجا مان اكس نعم عارب انه الهدوكن في لعبة سريت فايتر ولكن ميجا مان و سريت فايتر من نفس الشركة يعني اخوان ينفع يسرقو من بعض المهم هذا السلاح باختصار من اقوى الاسلحة لانه اي عدو او اي زعيم مهما كانت قوته يموت من ضربة واحدة بس اللي عليك تسوي تدخل عالزعيم ويعطيه واحد هدوكن وانتهى امرو ولكن السلبية هي انك ما يمديك تستخدمه الا لما تكون صحتك كاملة في المركز الثاني سلاح ال PRL 412 والسلاح هذا يعتبر اقوى سلاح في سلسلة رزينت ايفل السلاح ما يطلع لك الا اذا ختمت اللعبة على صعب مستوى والسلاح عبارة عن ليزر ما يخلص ويضا يقتل اي شي من ضربة واحدة عدو او زعيم او اي شي الا عدو واحد اللي هو العملاق يموت من ضربتين والميزة كمان ما تحتاج تصوي يعني لو قدامك 10 اعداء و10 زعمة بس اشحن الليزر واطلق ينطلق 20 ليزر وكل ليزر يقتلك واحد حتى السمك ما يسلم من السلاح هذا في المركز الاول ممكن اول اقوى السلاح في تاريخ الالعاب والسلاح هو PFG 9000 في لعبة دوم من قوة السلاح اذا طلقت في غرفة كل اللي في الغرف يودعون مهما كانت قوتهم خلاص يعتبر تنظيف الغرف بس اول ما تفتح الباب اطلق طلقة واحدة وانت كذف امان وكذا نوصل لنهاية المقطع اهتيكم العافية على المشاهدة واذا اعجبكم المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك وايضا الاشتراك كان معاكم عمراني حازمي ولا تنسونا تتابعونا الحلقات السابقة السلام عليكم